إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار عباد الله إن لعلماء هذه الأمة فضلًا عظيمًا عليها فهم ورثة الأنبياء وهم نقلة العلم فكان حقًا على المسلمين أن يعرفوا لهم فضلهم وأن يُنزلوهم منزلتهم فإن مما لا شك فيه أن العلماء السائرين على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في علمهم وعملهم وفي إيمانهم وصدقهم وفي دعوتهم للناس لا شك أن لهم عند الله منزلةً رفيعة ومكانةً عالية وهم الذين يصدق عليهم قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات وأيضًا قوله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه من يُرِد الله به خيرًا يُفقِّه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام والعلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يُورِّثوا دينارًا ولا درهمة ولكن ورَّثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر عباد الله هم العلماء هذا الصنف الرفيع هؤلاء هم الدعاة إلى الله هم المُخلِصون الذين أخذوا بحظٍ وافرٍ من ميراث النبوة علمًا وعملًا ومنهجًا ودعوة ينبغي أن تعرف الأمة قدرهم وأن تعرف لهم فضلهم وأن يعلموا ما قاموا به من نُصحٍ لدين الله عباد الله من هؤلاء العلماء الأعلام الذين لهم فضلٌ ومنَّةٌ على هذه الأمة حيث حفِظوا لنا صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديثه وأخباره وسيرته وأيامه وأقواله وأعماله من هؤلاء العلماء الأعلام والإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهم الله فكم وكم نسمع رواه البخاري ومسلم وما ذلك إلا لما حباهم الله به من فضلٍ ونعمةٍ عظيمة جعل الله الخير على يديهما في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حق هذين العالمين والمُحدِّثين علينا أن نعرف شيئًا من سيرتهما وأن نُلقي ونُصلِّط الضوء على شيءٍ من أخبارهما عباد الله أما أمير المؤمنين في الحديث فهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله فسيرته من أعجب العجب في ذكائه وحفظه وفقه وعلمه وفي عبادته وزهده وورعه من علماء القرن الثالث الهجري فقد أُلهم حفظ الحديث وهو في الكتاب وعمره عشر سنوات وكان يُصحِّح للشيخ أخطاءه أو خطأه في الإسناد وهو ابن وحدى عشرة سنة وحفظ كُتُب العُلماء الكبار وهو ابن ستة عشرة سنة ثم حجَّ مع والدته وجاور بمكة لطلب الحديث بدأ تصنيف بعض كُتُبه مثل كتابه العظيم التاريخ الكبير وهو ابن ثمانية عشرة سنة والكُتُب التي كتبها وهو في هذه السن المُبكِّرة يقوم على دراستها عشراتٌ من كبار الدارسين والمُحقِّقين وأعجب من ذلك أنه كان يُصاحِب أقرانه إلى المشايخ لأخذ الحديث وهم يكتُبون وهو لا يكتُب ويأمرونه بالكتابة فلا يكتُب فلما ألحُوا عليه قرأ عليهم ما كتَبوه عن ظهر قلب فزاد على خمسة عشر ألف حديث ثم قال قال لهم أترون أني أختلفُ هدرا وأضيِّع أيامي أي هل تظنون أنني آتي معكم وأرجعُ أضيِّع وقتي وإنما كان يحفَض عن شيوخه وإذا رجع راجع ما يحفَض ولا عجب في ذلك أيها الإخوة فها نحن في مثل هذه الأيام ومع كثرة المُغريات والملهيات نجد من شبابنا من يحفَض القرآن بآياته وبأرقام آياته وبمُتشابهه ويحفَض معها الصحيحين البُخاري ومُسلم ويحفَض غيرهما من كُتُب السنة ويحفَض منظوماتٍ في الشعر تتجاوَز الآلاف من الأبيات فلا عجب أن يكون مثل هذا عن مثل هذا الإمام في ذلك العصر الذي عُرف بالفضل ومن عجيب حفظه أنه قام وقدم بغداداً وقد كان أئمة الحديث فيها يسمعون عن قوة حفظه فأرادوا امتحانه فعمدوا إلى عشرةٍ من حُفَّاضهم مع كل واحدٍ عشرة أحاديث قلَّبوا أسانيدها وخلطوها فأخذوا يُلقونها على البُخاري حديثًا حديثًا وهو يقول لا أعرف هذا الحديث حتى أنهوا المئة حديث ثم أعاد عليهم المئة حديثٍ بخطأهم ثم أعادها مرةً أخرى مُصحَّحةً فأقرُّوا له بالحفظ وأذعَنوا له بالفضل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا يُخضَع للبُخاري فما العجب من ردِّه الخطأ إلى الصواب فإنه كان حافظاً بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرةٍ واحدة فكان يحفظ من المرة الأولى رحمه الله انضمَّ إلى هذا الحفظ العجيب انضمَّ إليه اهتمامٌ بالغٌ بالحديث يشغلُه عن النوم كثيرًا قال محمد بن يوسف رحمه الله كُنتُ مع البُخاري بمنزِله ذات ليلة فأحصيتُ عليه أنه قام وأسرجَ يستذكرُ أشياء يُعلِّقُها في ليلةٍ ثمانية عشرة مرة يقومُ في الليل يتذكرُ الفوائد فيكتُبُها وهذا يأخذُ منه وقتًا طويلاً وكان ثمَّرة هذا الحرص وتلك الحافظة رصيدًا كثيرًا من الأحاديث وكان له أكثر من ألف شيخٍ في نواحي البلاد الإسلامية يقولُ رحمه الله أحفظُ مئة ألف حديثٍ صحيح وأحفظُ مئتي ألف حديثٍ غير صحيح أيها المسلمون ولقد رأى البُخاريُّ النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأنه واقفٌ بين يديه وبيده مروحةٌ يذُبُّ بها عنه فسأله أو سأل بعض المُعبِّرين فقال له أنتَ تذُبُّ عنه الكذب يقول البُخاري فهو الذي حملَني على إخراج الجامع الصحيح وقال أيضاً كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتُم كتابًا مختصرًا لصحيح سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع ذلك في قلبي فأخذتُ في جمع الجامع الصحيح كانت رؤياه وكان قول شيخه حافزًا على جمعه الصحيح الذي لا يوجدُّ على وجه الأرض كتابٌ أصح منه إلا كتاب الله تعالى وما كان ذلك إلا توفيقًا من الله تعالى وكرمًا منه لهذا الإمام العظيم ثم تحرِّ هذا الإمام ودقته وكثرة استخارته حتى خرج كتابُه على أحسن وجه يقول رحمه الله ما وضعتُ في كتابي الصحيح حديثًا إلا توضَّأتُ قبل ذلك وصليتُ ركعتين ويقول صنَّفتُ الجامعة من ستِمائة ألف حديث في ستة عشرة سنة وجعلتُه حُجَّةً فيما بيني وبين الله أيها الإخوة الكرام هذا الإمام العظيم أثنى عليه وعلى كتابه الأئمة من بعده حتى قال الحافظ بن حجر رحمه الله ولو فتحتُ باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخرَ عن عصره لفني القرطاس ونفدَت الأنفاس فذاك بحرٌ لا ساحل له ثم بعد ذلك ابتُلي هذا الإمام ببعض الولاة وبعض معاصره ونُفِي من بلده حتى توفي رحمه الله ليلة عيد الفطر سنة ستٍ وخمسين ومئتين وعمرُه إثنتان وستون سنة وبوفاته طويت صفحةٌ من صفحات العُلماء العاملين لكن آثاره لم تمُت بل بقي علمُه وكُتُبُه ينهلُ منها العُلماء والمُسلمون فلا زالوا يقولون رواه البُخاري أخرجَه البُخاري ويدعون له بالرحمة والمغفرة إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى بِاللَّهُ مَا تَسْمَعُونَ وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المُرسلين وسيِّد الأولين والآخرين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله فوصيكم ونفس المُقصرة بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه وكفاه وهي خيرُ زادٍ تزوَّد به المُسافرون إلى الله فاتقوا الله عباد الله وإنَّ من العُلماء العاملين والأئمة المُبرَّزين في الحفظ والإتقان وسعة العلم والإدراك تلميذُ الإمام البُخاري وهو الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجَّاج القُشيري النيسابوري رحمه الله تعالى نشأ في بيت علمٍ وجاه واتجه إلى العلم وهو صغيح وردَ بلدته الإمام البُخاريُّ فلازمَه واستفادَ منه ودافَع عنه في محنتِه وبلواه وكان رحمه الله يتسِمُ بالورَع والعبادة والزُّهد والعلم الواسع لذلك عظُمَ في أعين الناس وعلَت منزِلته وسمَت مكانَته وفاضَت ألسِنةُ العلماء بعبارات التقدير والثناء عليه قال فيه شيخُه محمد بن عبدالوهاب الفرَّاء كان مسلمٌ من علماء الناس وأوعيةِ العلم ما علِمتُه إلا خيرًا وكانت وفاتُه رحمه الله يومَ الاثنين لخمسٍ بقينَ من رجَب سنةَ إحدى وستينَ ومئتينَ للهجرة عباد الله، إن المُتأمِّلَ في سير هؤلاء العلماء يرى أن النُّبوغ في الصغر والحرص على النشأة الصالحة لها أكبرُ الأثر في استِقامة العبد وفي حرصه على الخير وهكذا كان البُخاريُّ ومُسلمٌ رحمهم الله وكذلك الحرص على التقوى وملازمتها الحرص عليها أن يكون من أهلها من العاملين بها ممن يمتثل المأمور ويجتنب المحظور لذلك كله تجد أعظم الأثر في سلامة هذا الإنسان من الزيغ والبُعد عن جادَّة الاستِقامة قال الله تعالى وَاتَّقُوا اللَّه وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّه فاللهَ اللهَ بِمُلازمَةِ التقوى واللهَ اللهَ بسُلوك الجادَّة الصواب بالحرص على صلاح أبنائنا منذ الصغر حتى يكونوا بإذن الله تعالى على هدِّ هؤلاء الأعلام الذين نفع الله بهم الإسلام والمسلمين ثم أعلموا أيها الإخوة الكرام أن الله أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه وثنَّى فيه بملائكته وثلَّث بأمر المؤمنين به فقال عزَّ من قائل إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلَّى عليه صلاةً صلى الله عليه بها عشرة اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي الصبطين علي وعن بقية أصحاب نبيك الطيبين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويهدى فيها أهل معصيتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا ووفقوا لا تأمرنا وخذ من واصيهم للبر والتقوى وجعل أعمالهم في رضاك يا رب العالمين اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم عجل بالفرج يا أرحم الراحمين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سوى ترى حذب المناكب والأقدام وسد الفرج ثم الصفوف الأول فالأول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله